من هذا الموقع بيوكايم دند وحم الراكوش يرصد ناصر حركة النجوم والكواكب صفاء السماء وهدوء الرياح يجعلان تعقب النجوم أمرا ممكنة العلود ياله بالنسبة للألتيتود بالنسبة للمستوى للبحر والعلود ياله بالنسبة للتلوت بصفة عامة وبالنسبة للتلوت الضوء بصفة خاصة لهذا الموقع سيت وشهرة كبيران في اكتشاف النجوم والكواكب وحركة الضوء في الفضاء إذ استطاع من خلال مناظره المتطورة من المشاركة باكتشاف علمي دولي ورصد حركة ضوء منبعثة على مسافة تفوق ملياري سنة ضوئية ما يقع في السماء تلتقطه مناظر مرصد الفلك في موقع أوكايمد وسط المغرب ويحولها إلى مادة علمية دقيقة تستعمل في فهم ودراسة الظواهر الفلكية بمرصد الفلك التابع لجامعة القاضي عياذ بمراكش يسهر فريق علمي مختص يرأسه البروفيسور زهير بن خلدون على تحليل المعطيات وإزالة الشوائب الضوئية لفهم حركة الكواكب والنجوم بعد استقبال المعطيات يفق الباحث جمال إشارات الضوء من حيث سرعته واتجاهاته وعلاقته بالنجم نحن في مرحلة الاختبارات التشاركية هناك مراحل عديدة لهذه الاختبارات بدأنا بالجوانب النظرية ثم المحاكات ومن ثم الإسقاط على المشاهد السماوية يستمر الباحثون المغاربة في دراسة بقايا الضوء المنبعث من الانفجار المكتشفي حديثا وتتبع تفاصيله عبد سمود جي طوي العربي مراكش وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مراكش الدكتور عبد المجيد بن حيدة أحد أعضاء فريق مرصد أوكايمدن التابع لجامعة القاضي عياد مرحبا بك دكتور يعني دعنا نفهم أكثر ما هو الذي تم رصده وما هي دلالات هذا الرصد أولا سلام عليكم الأسئلة والأجوبة تفضل الكلمة إليك شكرا إذن المرصد الفلاكي هو تابع لجامعة القاضيات كيتواجد على العلوى 2700 متر في جبل الأطلس وفيه ست ست تلسكوبات وآليات للرصد النجوم والكواكب وفيه فريق علمي كيتكول من أساتذة وطلبة كيشاركوا في تعاون مع مراصد مختلفة من دول العالم وشتهر هذا في الأول الأخير هذا المرصد بعد عدة اكتشافات منها بعد المدنبات وكواكب الخارج على النظام الشمسي يسمى ترابيس في 2017 اللي خسكم تعرفوا بأن هذا المرصد يشتغل على ثلاثة أو أربعة محاول المحاول الأول على الصعيد الإقليمي الوطني اللي كيتماشر في التدريب والإشراء على الطلابة المغاربة المتخصصين في هذا العلم الفيزياء الفلاكية مع تكوين ماجسترات ودكتورات في هذا الصغر والمحاول الثاني على الصعيد العالم العربي حيث يساهم هذا المرصد في تنظيم مدارس في البلدان العربية الأشياء في مصر ولبنان قطر ودورات تدريبية طلابنا في الدول العربية مع تعاون مع الجمعية العربية الفيزياء الفلاكية بالكارسة أستاذ زهر بن خلدون وأستاذ راكد سليمان في جامعة هارفر طيب يعني أشرح لنا هذا الاكتشاف تحديدا في ماذا ممكن أن يفيد في علم الكواكب هو نعطيكم غير واحد باش نفهموا ما هو انفجار غاما أولا غاما هو أشعة اللي كانت تكتشفت في الفتسامية على الفيزياء والكيمياء الفرنسي بولفيران هو جزء صغير من الإشعاع الكهرومي الميزة دياله هو عنده تردد كبير وهذا كيجعله عنده احطاقة كبيرة إذن باش نعطيكم و باش نفهموها الانفجار والسيق دياله تاريخ نعطيكم بعض المحطات تاريخية اللي بدأت من الف وتسعمية وتلاتة وستين حتى تم رصد هذا الانفجار بصدفة لان في الأول كانت سواتي اللي كانت ترسلها أمريكا اللي باش تشوف باش تحضي كانت ديكس على الحرب الباردة بانتحاد السوفيتي باش تشوف شو ما كاناش هناك انفجار نووي واني ما كانوش عرفوا ما كاناش عرفوا هذا الانفجار كيف الجاي كانوا شافوا إشعاع المستشعيات اللي كان عندهم ديالغاما واني ما كانش تقنيات ديالستينات كانت تمكنهم باش يعرفوا الاتجاه ومنيجاين وعليش واني ما كانوش عرفوا الفيزياء اللي وراء هالظاهرة غايجي 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 ناختر تسعينات الف وتسعمية وتسعين وغايجي صيفتوا بواحد سطل إيطالي اللي غايكون فيه واحد كاشف على الأشعة السينية اللي هي اللي غا ترصد ما يسمى بظاهرة تباتي إذن خسكم تعرفوا بأنه مني كيكون انفجار اللي هو سريع جداً كيمشي من بعد ميلي سيجوند بعد تواني لبعد دقائق كيجي واحد ظاهرة تسمى هالتبات الضوئي اللي كيمكننا نشوفها إما بكاشف سيني وكاشف نافه فوق البنستجي واضح غايجي واحد تاريخ المهم اللي هو الف وتسعمية وتسعين اللي غاي أول مرة هالتظاهرة تباتي الناتج عن انفجار قاما غايجي تشاف بتليسكوب مرئي اللي هو التليسكوب هيرشيل اللي موجود في جزر الكنارية إذن هنا فتح واحد المجال جميع التليسكوبات في العالم يعني دكتور عبد المجيد صرقنا الوقت كنا نرغب التحدث عن المستقبل وليس عن الماضي والتاريخ عن مستقبل هذا الاكتشاف وإلى ماذا يقود لكن للأسف صرقنا وقت المخصص لهذا اللقاء شكرا لك على كل حال الدكتور عبد المجيد بن حيدة أحد أعضاء فريق مرصد أوكايمدن التابع لجامعة القاضي عياد كنت معني من مراكز شكرا